كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أحبابنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن الحياة الزوجية السعيدة لماذا هذا الموضوع؟ لأنه من العادة أن في شهر شوال يكون هناك الخطبة ويكون عقد القران لقد اعتاد المسلمون طبقا للسنة النبوية الشريفة أنه شهر شوال هو شهر الخطبة أو شهر عقد القران أو شهر البناء تتم فيه الأفراح والمسرات لأنه شهر مبارك وربنا سبحانه وتعالى سن للعباد علاقة زوجية قائمة على الحلال وذكرها في كتاب العزيز حينما قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله عز وجل يحدثنا في هذه الآيات فيقول من الآيات الدالة على وجوده وعلى عظمته وعلى جلاله هذه الأكوان كل الأكوان كل ما في الكون من نجوم وكواكب وأفلاك وبحار وأنهار وجبال كل ما في الوجود يدل على رب الوجود ولعل من أبرز الأدلة على وجود الله تعالى هي أن خلق من أنفس الرجال زوجات هذه العلاقة الزوجية أيضا هي دالة على عظمة الله وجلال الله وكرم الله خلق لكم من أنفسكم أزواجا لماذا لتسكنوا إليها لكي تكون هناك السكينة والطمأنينة والسعادة والهنى لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة جعل قالوا العلماء الجعلية الجعلية بمعنى أن المودة والرحمة هي لا تكون قبل الزواج العلاقات التي تكون قبل الزواج هي مجرد تعارف مجرد استلطاف ولكن بعد الزواج ودخول القفص الدهبي هنا تتكون المودة وهنا تتكون الرحمة ما هي المودة؟ هي تلك المحبة التي تربط بين الرجل وزوجته لما رأها أول مرة اختارها دون بنات حوى وقبلها وهي أيضا لما رأته وعارض نفسه عليها قبلته دون أبناء آدم فهذه تسمى المحبة وجعل بينكم مودة ورحمة ما هي الرحمة؟ قالوا العلماء هي أن هذه المودة قد لا تدوم لأن هناك معكرات في الحياة تمر الأيام وتمر الوقائع وتحدث مشاكل وتحدث خلفات وتحدث أزمات وتدوب هذه المحبة وهذه المودة ولكن على أي تبقى الرحمة؟ فالمؤمن إذا أحب المرأة أكرمها وإذا كرهها لم يهنها وربنا عز وجل يقول وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا بعض العلماء قالوا المقصود من الرحمة وجعل بينكم مودة ورحمة الرحمة قالوا هي هي الأولاد لما يأتي الأولاد ويأتي البنات يعني تصير هذه المرأة ولو عندكها خلفات كنقول هي أم الأولاد وأنت أيضا رغم أنك أتقلت عليها هي تقول هو أب الأولاد فتستمر إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سنة الزواج هذه شرعها الله عز وجل ولكن في الأول إذا رجعنا إلى تاريخ الخليقة بدء الخليقة لما خلق الله أبونا آدم في الحقيقة آخر ما خلق الله في الوجود هو آدم ربنا أول ما خلق في الوجود هو القلم قلم القدرة فقال يا قلم أكتب قال يا ربي وماذا أكتب قال اكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد ثم بدأ القدر قلمه يكتب الأقدر وخلق الله الشموس والأكوان والأقمار والكواكب والبحار والأنهار والحيوانات والنبتات كل شيء آخر مخلوق خلقه الله تعالى على الإطلاق هو أبونا آدم أبونا آدم حينما خلقه الله تعالى كان في قمة القوة كان قوي طويل القامة سبعون ذراع وكان بنيته قوية خلقه الله تعالى جميل ووسيم وبقي أبونا آدم في الجنة يرتع ويتنعم قيل أربعين سنة أربعين سنة وأبونا آدم عازب في الجنة له كل شيء ربنا أعطاه الطعام وأعطاه المبيت الجميل والإقامة الفخمة وأعطاه كل شيء لكن بعد مرور أربعين سنة أبونا آدم سيشعر بالوحشة كما جاء في الحديث النبوي الشريف الذي روي عن رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال استوحش آدم استوحش بمعنى أنه رغم الجنة ونعيمها ورغم ما عنده من طعام وشراب وكروب وخيرات لكنه يشعر بأنه وحيد كان يلتقي بكائنات أخرى يلتقي بالملائكة ويلتقي بالجان ويلتقي بالحيوانات كان ينظر إلى الطاووس وينظر إلى كل الحيوان لكن لا تشبهه إلى أن شاءت قدرة الله تعالى أن يخلق له مخلوقا يشبهه ويكمله الله تعالى هو الذي أودع في أبينا آدم هذا الرغبة سبحانه وتعالى حينما يريد أن يخلق شيئا هو يهيئ له الأسباب خلق في أبينا آدم الرغبة في أنه يحتاج إلى من يؤنس وحشته فأكل من ثمر في شجرة أكلها هالثمر لما أكلها شعر بدوار في رأسه وبرغبة في النوم العميق فنام آدم عليه السلام تحت ضل تلك الشجرة وبعد فترة شعر بألم شيء ما يخرج من جنبه فإذا من جنبه من شقه الأيسر تخرج كائن حي جميل إنها أمنا حوى ما إن فتح عينيه من النوم حتى وجد بجواره إمرأة غاية في الحسن والجمال يقال بأن حوى عليه السلام كانت أجمل جميلات كل جمال جميلات العالم تجمع في أمنا حوى أبونا آدم كان أول من ولد لأن المرأة هي التي سوف يبتليها الله بالولادة بالحمل والوحم والوضع والنفاس والرضاء ابتدى الله المرأة بذلك فيما بعد لكن في البدء الله تعالى أعطى للرجل الوضع هو الذي وضع منه خرجت أمنا حوى لكن دون تعب دون ألم لأن الرجل لا يستطيع أن يتحمل معاناة المرأة المرأة تتحمل الرجل لا يستطيع حينما فتح أبونا آدم عيناه في الجنة رأى بأنها صارت أجمل مما كانت بوجود هذا الكائن الغريب بدأ يتساءل من هذا الكائن الذي يشبهني؟ من هذا الكائن الذي يكملني؟ فهناك روايات حديثية تقول المحادثة التي وقعت بين الطرفين أول من تكلم هو أبونا آدم توجه إلى هذه المرأة الحسناء قال لها ما اسمك؟ قالت له أنا اسمي حوى ثم قالت له هي وما اسمك أنت؟ قال أنا اسمي آدم هنا بعض العلماء من المفسرين والمحدثين علقوا على هذه الكلمات قالوا إنما سمي آدم بآدم لأنه خلق من أديم الأرض من تراب الأرض فنحن الرجال خلقنا من التراب لهذا نسمى بالجنس الخشن الرجل قوي يتحمل وإنما سميت حوى بهذا الإسم لأنه خلقت من المادة الحية أمون حوى لم تخلق من التراب كما خلق الله آدم وإنما خلقها من ضلعه من المادة الحية ولهذا يقال عن النساء الجنس اللطيف الذي لا يتحمل كثرة الضغط والمعاناة لهذا كان رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم يقول رفقا بالقوارير رفقا بالقوارير ولو صدر منهن ما لا يعجبك قال ما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لئن لما وقع الاسترطاف بين أبينا آدم وأمنا حوى بعت الله إليهما الملك جبريل لكي يعقد عليهما عقد القران فتوجه جبريل إلى آدم قال هذه ستكون زوجا لك إن أردت خلقها ربنا عز وجل من أجلك هل ترغب في الزواج منها؟ أبونا آدم قال بفرح وسرور وبهجة وحبور أي نعم أرغب أرغب قالها فرحا مسرورا أما أمنا حوى لما تكلم معها جبريل يا حوى هل ترغبين في الزواج من آدم؟ طأطأت رأسها وغضت طرفها وقالت لا أرغب فخشي آدم فاطلع جبريل على قلب حوى فوجد بأنها ترغب في الزواج منه أكثر منه مئة مرة هي الراغبة وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه قال هن الراغبات يتمنعن وهن الراغبات المرأة ترغب أكثر في الزواج من الرجل أكثر منه مئة مرة لأن المرأة تجد عند الرجل السند وتجد عنده العماد وتجد عنده المعتمد وتجد عنده كل شيء فهي إما عند والدها وإما عند أخها وخيرهم عند زوجها تستكمل معه الحياة تزوج أبونا آدم وأمنا حوى ولكن الله تعالى منذ البدء كان مقرراً أن آدم وحوى سينزلان إلى الأرض كان مقرراً لأنه في البدء ماذا قال الله تعالى؟ قال إني جاعل في الأرض خليفة يعني كان مقرر أنه ينزل آدم إلى الأرض ليكون خليفة الملائكة في السماء لأنهم مطيعون لله تعالى والجان صبقون في التجربة وفشلوا وغضب الله عليهم ورماهم في الصحار والفياف والبحار الأمك المهجورة أما الإنس فهو تجربة حديثة ما الذي سوف يقوم بدل الإنس سيدع له الله تعالى مستقراً في الأرض الله تعالى خلق سيناريو لكي يستكمل هذه الأحداث وخلق لنا الإبليس إبليس هو أرنبة السباق خلقه الله تعالى ليكون هناك التحفيز والإغراء والإنسان يوضع في الاختبار هل ينجح أم لا وضع أبونا آدم وأمنا حوا في أول اختبار وفشل اختبار واحد بسيط أن الله تعالى قال لهم كل شيء عندكم مبح كلوا واشربوا مما شئتم الجنة كلها مرتع لكم افعلوا ما شئتم لا حرج عليكم إلا شيئاً وحداً تلكم الشجرة إياكم أن تقربوها المسألة وسيطة الجنة كلها عرضها السماوات والأرض هي لك وتلك الشجرة لا تقربها لكن للأسف كما تعلمون جميعاً وسوسا لهم الشيطان وقال لهما ما منعكم ربكم من تلك الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون خالدين إن أكلتم منها ستصيراني عندكم الخلود بل وقال لهم سيعطيكم ملكاً لا يبلع الإنسان هو دائماً شيئان أساسيان يسيطراني على تفكيره أن يتملك يحب أن يكسب المال والسلطة هذا أول شيء لكنه يخاف من الموت أو يخاف من المرض أو يخاف من الهزال لكن إن وعدته بطول العمر والحياة الأبدية لقد أكملت له الأسيناريو فالإنسان يحب الملك ويحب الخلود لهذا إبليس اللعين سوف يعزف على هاتين الوترين وذي قل أبينا آدم وأمنا حوى أن ربنا عز وجل ما منهاكم عن تلكم الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين فالملك والخلد هو منتهى ما يطمح إليه الإنسان ولكن كل شيء ينبغي أن يكون تحت إرادة الله من تحد إرادة الله تعالى لن يجد إلا ما لا يسره هذا ما وقع فعلا كما تعلمون جميعا فهبط أبونا آدم وأمنا حوى من الجنة إلى الأرض وربنا سبحانه وتعالى أمرهما أن يلتقيا في مكان معين قيل لما وقع الهبوط من الجنة إلى الأرض أين نزل هناك روايات حديثية تشير بأن ربنا سبحانه أمر أن يكون اللقاء في مكة المكرمة عند الكعبة المشرفة والكعبة المشرفة كانت مبنية منذ الأزل أول من بناها الملائكة أما ما قام به سيدنا إبراهيم الخليل فيما بعد هو جددها فالموقع كان حاضرا فلما نزل أبونا آدم وأمنا حوى قيل بأن أمنا حوى نزلت في منطقة بعيدة جدا في منطقة جدة وسميت بجدة قيل نسبة لجدتكم حوى مدينة جدة الآن توجد بالعربية السعودية على بعد حوالي سبعين كلمتر من مكة المكرمة أما أبونا آدم فقد نزل بعيد قيل في منطقة في جنوب شرق أسيا في منطقة بعيدة جدا وكان يسير على قدميه ويتبع الاتجاه ليصل نحو مكة المكرمة قيل بأن أبان آدم كان يسير بالنهار وينام الليل الرجال دوما عندهم نوع من الأريحية يسير بالنهار وينام الليل حتى يجد زوجته التي يبحث عنها أما أمنا حوى فقدت تسير بالليل والنهار لا تكتنام تبحث عن آدم أين هو آدم لقد وصل إلى مقام الكعبة المشرفة قيل بأن أبونا آدم صار يطوف حول الكعبة وكان يجد ريح حوى لكن لا يرها أين هي يطوف ويطوف ويطوف دون أن يراها ثم جاءت خلفه حوى أيضا فصارت تطوف حول الكعبة من جوانبها تجد ريح آدم لكن لا تراه ثم ذهب بعيدا إلى مرتفعين يبحث هنا وهناك عند الصفة والمروى صارت أمنا حوى تسعى بين الصفة إلى المروى ثم من الوروى إلى الصفة تجد ريح آدم دون أن تراه وجاء أبونا آدم خلفها أيضا وصار يسعد على جبل الصفة وينظر ويسعى إلى أن يصل إلى جبل المروى دون أن يراها وبقي هكذا يناجين يناجين ربهما ويدعوان الله تعالى أن يجمع بينهما ولكن للأسف لا أحد يرى الآخر وتاهى في الأرض في تلك البقعة الطاهرة من منطقة العربية العربية السعودية دلك المنطقة مباركة هي التي سوف يخصها الله بنزول الوحي الإلهي الخاتم سيدهبان إلى الجبال والمرتفعات يبحث بعضهما على بعض إلى أن وصل إلى جبل مبارك يسمى جبل الرحمة هناك سيصعد آدم ويبكي ويناجي ربه ويقول ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ثم جاءت حواء فألهمها الله أيضا نفس الدعاء الله تعالى هو الملهم ألهمهما نفس الدعاء صارت تقول حواء ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بينما أبونا آدم يرفع صوته بيد الدعاء وأمنا حواء من الجهة الأخرى ترفع صوتها بيد الدعاء إذ سمع بعضهما بعضا الله تعالى أراد أن يلتقي أراد جمعهما فصار كل منهما يسمع الآخر فالتقيا فتعرف آدم على حواء وتعرفت حواء على آدم ومن تم سمي الجبل بجبل عرفات عرفات وقعت فيه المعرفة بين أبينا آدم وأمنا حواء بعد ذلك تاب إلى الله وأناب واستغفر أما إبليس فقد ظل يراقبهما عن بعد وقد أصابه الغيض لأنه تمرد على الله تعالى وطرده سبحانه جل علاه وقال أنظرني إلى يوم يبعتون قال إنك من المنظرين ثم أقسم بالله تعالى على أنه سوف يغر آدم وحواء ودريتهما فكان من حولهم يطوف إبليس ويبحث عنهما فإذا بهما يرونه فيحملان حجارة من تلك البقاع الجمار ويرميان إبليس اخنس أيها العدو ارجع أيها العدو فأمنا حوى ترميه وأبونا آدم يرميه قيل كل منهما رماه بسبع حصايات فهارب إبليس اللعين بعيدا ثم نزل عند في مينا في مينا نزل أبونا آدم وأمنا حوى منطقة تسمى مينا وفيها تتنزل المينا الإلهية تتنزل الرحمات الربانية منطقة مباركة ربنا يتجلى فيها ويعطي فيها الرحمة لكل من يطأ بقدمه فيها ثم رحل إلى منطقة اسمها المزدلفة وهناك تزلف أبونا آدم إلى حوى وتزلفت أمنا حوى إلى آدم تزلف بعضهما إلى بعض يعني اقترب بعضهما من بعض وهناك سوف تقع العلاقة الزوجية لأول مرة لما اقترب بعضهما من بعض وجد آدم يقول في نفسه شيء غريب يجدبني إلى هذا المخلوق وأمنا حوى تقول والله أنا أيضا شيء غريب يجدبني إليك فوقع الإنجداب بين الطرفين ووقع التزاوج بين أبين آدم وأمنا حوى في الأرض وبعد مدة قليلة صارت أمنا حوى تشعر بشيء يتحرك في بطنها شيء غريب ما هذا هل هو طعام هل هو شراب لا تدري ثم بدأت تشعر بالتعب وكان أبونا آدم كان يقدم لها الخدمة والرعاية والعناية ولا يدري ما الذي يقع في بطنها بدأ ينتفخ وينتفخ إلى أن جاء جبريل وعليه السلام فأعلمه أعلم أبان آدم إن الذي في بطن زوجتك إنها الذرية الله تعالى أراد أن يخلق منكما ذرية وإن ذريتك يا آدم ستملأ هذا الكوكب الأرضي أبونا آدم أنداك كان في منطقة منطقة العربية في ما يسمى الآن بالشرق الأوسط في العربية السعودية هناك كان استوطن وقال له بأن ذريتك سوف تعم الكوكب الأرضي في كل مكان وهناك ربنا عز وجل سيكشف لأبينا آدم ذريته أراه خلقا كثيرا بالملايير ملايير بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله فلما رآهم أبونا آدم قال يا رب من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك إنهم الآن في عالم الذر نسائم وإنهم سوف يخلقون ويملؤون هذا الكوكب الأرضي فقال يا رب ومن هؤلاء الذين هوا عن يميني قال هؤلاء سبق في علمي أنهم من أهل الإيمان ومن أهل اليقين وأنهم سيكونون من أهل الجنة إنهم أهل اليمين ثم نظر عن شماله وقال من هؤلاء الذين هم عن شماله قال هؤلاء سوف يغترون ويتكبرون وينافقون ويجحدون وقد سبق في علمي أنهم سيكونون من أهل النهر ثم بعد ذلك انتشر أبونا آدم مع أمنا حوى وكان أبونا آدم يعامل أمنا حوى معاملة طيبة أول مبدأ وهو أن أبان آدم لم يكن عنده تعدد كان عنده زوجة واحدة وهذا يوازي الفطرة السليمة فكل زوج إنما ينبغي أن تكون له زوجة واحدة إلا في الحالات الاستثنائية إذا كان الرجل عنده قوة زائدة والمرأة مريضة أو كانت المرأة عاقر لا تلد ويرغب في الأولاد أو كان هناك ربما ظروف في بعض الأماكن يحتاجون إلى النسل الكثير من الذكور هذا كله أسباب ثم هناك خاصية الأنبياء والمرسلين الله تعالى أعطاهم هذه الخاصية فلا مرد لحكم الله تعالى أما الأصل فهو رجل واحد لمرأة واحدة هذا الأصل والاستثناء إنما يكون لظروف خاصة ربنا عز وجل أباحها وشرطها بشروط ورعينا أيضا بأن أبان آدم عليه السلام كان يكن لأمنا حواء الكثير من المحبة والمودة فهذه المسألة هي فطرية وجعل بينكم مودة ورحمة فهو كان يقدرها ويعزها وبالمقابل أمنا حواء كانت دوما خلف آدم لا تأتمر إلا بأمره ودوما تتشاور معه وترى بأنه أكثر من علما لكونه أكبر في السن وأكبر في الخبرة وكانت معه تسير إلى جانبه لم تكن أمنا حواء متسلطة ولم تكن تتبنى الزعامة ولم تكن تفعل كده وكده وإنما كانت فيها مودة ورحمة لهذا عاش طويلا عاش مئات سنين وأنجب في كل بطن توأمين وحينما مات أبون آدم عليه السلام حزنت عليه أمنا حواء حزنا عميقا كانت لا تكاد تأكل ولا تشرب كانت تعيش على الكفاف والعفاف ودوما تحكي لأبنائها ودريتها الذكريات الجميلة التي قضتها مع أبيهما آدم فكان يعيشان حياة طيبة حياة مؤمنة حياة صادقة إلى أن توفي أبونا آدم وبقيت خلفه أمنا حواء لبضع سنوات ثم لما هزمها المرض انتقلت إلى جوال ربها سبحانه وتعالى وبقيت درية آدم كلهم إخوة نحن جميعا إنما نحن إخوة نحن درية أبينا آدم وأمنا حوة ولكن الله تعالى شاء أن يجعلنا ألوان وأشكال وأن يجعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف ثم فرقنا في الأقاليم وفي الدول وفي الأوطان وفي القارات الخمس وأراد منا ربنا سبحانه وتعالى فوق هذا الأرض أن نقوم بدور الخلافة أننا دورنا هو القيام بالخلافة إني جائل في الأرض خليفة وأن نقوم بإعمار الأرض وتنميتها ثم طلب منا أننا بعد عمر طويل إن شاء الله سوف نرحل ومن أراد منا أن يفوز بجنة في السماء ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يساهم في خلق جنة فوق الأرض خلاصة الأديان جميع الأديان السماوية وخلاصة ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية أن من أراد أن يفوز بجنة في السماء أن يعود نعود حيث كان أبونا آدم أول مرة وأمنا حوى ما دعنا أن نفعل بكل بساطة عليك أن تساهم في خلق جنة فوق الكوكب الأرضي أن تخلق فيه الأمن والأمان والسلم والسلام والبحبة والمئام والتعاون والتكافل والبناء والتعمير والتشهيد وتقف تقف مانعا ضد كل من يهدم الحضارة من ينشر العداو والبغضاء لا تتركه يفعل ذلك وإنما ينبغي أن نقف نصده عن فعله هذا ونحمي الناس منه هي ببساطة أيها الأحباب الكرام فلسفة الوجود وإن شاء الله تعالى في الحلقات المقبلة نتحدث عن أسس العلاقة الزوجية السعيدة من الكتاب الكريم ومن السنة النبوية الشريفة ونفتح خطوطنا الهاتفية لنتواصل معكم ونستمع إلى مشاكلكم وهمومكم نعرضها دوما على كتاب الله تعالى وعلى سنة نبيه المصطفى فيهما الكثير من الخيرات والبركات أسأل الله تعالى أن يدين علينا وعليكم المحبة والمودة بين الأزواز والجوجات وأن يجعل حياتنا كلها طيبة مباركة إنه سميع قريب الدعاء قولوا معنا أمين آمين آمين يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله